موسيقى صباح الخير الحرب القائمة بغزة والقصف الاسرائيلي اللي ما عم يرحم المدنيين ما زال عم يتصدر المواضيع العريضة للصحف المحلية العربية والعالمية مجلس الامن ايضا اجل انعكاده للتصويت على اقتراح امارات جديد بيدعي للوقف الفوري للنار بالقطاع اما محليا ايضا فجبهة للجنوب ما زالت مشتعلة وسط مساعي دولي للتهدئة وتهدئة الوضع للسيما في منطقة الجنوب بحلقتنا لليوم نبريس ريفيو رح منكم بقراءة لاخر الاحداث السياسية على الساحة المحلية مع الصحافة والمحلل السياسي جورج عقوري اضافة لفقراتنا المعتادة بداية الحلقة بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هيدا نهار من العام 2001 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة قرار بحث العراق او قرار بحث العراق على الاطلاق الفوري لكافة الاسرة والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من جنسيات اخرى من السجون العراقية بداية جولتنا بتقول مع صحيفة النهار ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمر حكوميا منشوف بيئة صفحة الاولى بيئة النهار طبعا زينة الميلاد بوسط بيروت بيئة العاصمة ومنشوف بيئة العنوين السياسية تصعيد متواصل وغارات اسرائيلية كتيفة وحماس تتدخل مجددا في القصف اتفاق بين تقدمي والمردة على تعيين العميد حسان عودي رئيسا للاركان في الجيش ايضا من عنوين النهار محادثات قطر واسرائيل عن الرهائن ايجابية لكن لا اتفاق والشيكان الحوثيون يتحدون التحالف الدولي مستمرون في مهاجمة السفن العراق القوى القريبة من ايران تتصدر ايضا منشوف من عنوين النهار اللبنانية نيفين الخشاب تفوز بجائزة نوابغ العرب عن العلوم الطبيعية الى اسرار صحيفة النهار منشوف بالسر الاول قال ديبلوماسي غربي انه يستغرب التعامل اللبناني المتعامي عن جدية التهديدات الاسرائيلية اذ سمع من المسؤولين ان اسرائيل لن تجرؤ على التعدي على لبنان ايضا في السر الثاني يتخوف كثيرون من سواد العتمة مجددا بعد توقف مجموعات جديدة في معامل انتاج الكهرباء وهو ما كان حذر منه سابقا وزير الطاقة ملوحا بانقطاع الكهرباء اذا لم تتوافر الاعتمادات لاستيراد كميات من الفيول منتبع مع اسرار الالهة استمر الجدل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع الى ساعة متأخرة من ليل امس بعدما اصدر الاخير رسالة جوابية وزعها مكتبه يغيب سفير دولة فاعلة في لبنان عن المناسبات الاجتماعية على غير عادته اما في السر الاخير يسجل من وجوه مارونية على البطريارك الراعي موافقته على طلبات جمعات لاعلان اوراقها السياسية من بكركة فيما يعتبر كأنه تبنن لهذه المشاريع من صحيفة النهار منتبع جولتنا ومنوصل لصحيفة اللواء اسرائيل عين على خسائر الحرب في غزة وعين على جبهة البحر الاحمر القسام تقصف تل ابيب وهنية الى القاهرة وعرق لامريكية جديدة في مجلس الامن ايضا اشتباك نهاية العام قطيع بين ميقاتي وسليم طبعا على خلفية جلسة مجلس الوزراء بالامس مننتقل لأسرار صحيفة اللواء ومنشوف في هامس تفيد التقارير الواردة من واشنطن ان توجها حاسما لدى الاقلية المسلمة في الولايات المتحدة اللا تصوت مرة ثانية لجو بايدن المرشح لولاية ثانية اما في غمز فتبين لمصادر نيابية ان نوابا من تيار معروف بدأوا التسديد مجددا على حزب الله بالاسم على خلفية التمديد في مجلس النواب وتاليا في مجلس الوزراء اما في لغز فمنشوف تدقك جهات معنية بما دار في الاجتماعات المغلقة مع ديبلوماسيات غربية زارت بيروت مؤخرا الى الصفحة الاولى في نداء الوطن العنوين الرئيسية في نداء الوطن طبعا ما جرى بالامس في مجلس الوزراء والجنوب الحكومة تستكمل هزيمة باسيل وتعيين رئيس الاركان يتحرك الجنوب امام اسابيع حاسمة وابعاد الحزب في عهدات واشنطن السفارة الامريكية عودت الموظفين المغادرين ايضا تغريم رياض سليمة 66 الف دولار من سوريا على خطة سليمة في تثبيت سعر صرف الدولار وبالعنوين الاقليمية نشوف اسرائيل والحرب في غزة والاردن يكافح المهربين بغارات على سوريا الى الصفحات الداخلية مننتقل لخفايا تبين ان الصيد هو هواية مشتركة بين كل من قائد الجيش ورئيس تيار المرضى سليمين فرنجي ايضا في السر الثاني يتردد ان تيار المرضى يرفض تعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء ربطا بموقف الحزب التقدمي الاشتراكي السلبي من ترشيح سليمين فرنجي وفي السر الاخير في خفايا حاول نائب معارض الاستفسار عما اذا كان بالامكان تعويب اسمه كمرشح رئاسي فكان الجواب سلبيا الى ابرز عنوين الديار حكومة التصريف تنقل الاثقال والهموم الى العام المقبل وخلاف ميقاتي سليم ايضا الغارات الاسرائيلية على قطع غزة لا تزال تتصدر العنوين الى صحيفة الاخبار انصار الله فلتكن حربا ومنشوف بصحيفة الشرق بري يهنئ السيسي بفوزه وميقاتي رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا ومنشوف ايضا المواجهات في تل ابيب واسرائيل مستعدة للتنازلات وايضا الاشتباك بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة لا يزال يتصدر الصفحة الاولى في الشرق الى صحيفة لوريان لجورة منشوف العنوان الابرز في غزة حملة ممنهجة ضد المستشفيات ايضا من عنوين لوريان ذات مرة كان هناك مارون البغدادي مع هذه العنوان نتوصل لاول بريك ومن تبع حلقتنا ومنوصل اتصالنا بضيفنا الصحافي جورج عقوري من صحيفة نداء الوطن صباح الخير صباح الخير بيرنا وصباح الخير لكل مشاهدين اهلا وسهلا فيك استي جورج هل الكباش السياسي بين ميقاتي ووزير الدفاع هو مؤشر الى مزيد من التوترات على الساحة السياسية البرلمانية والوزرية طبعا وتحديدا ما سينعكس على مجمل القرارات المقبلة من تعيين رئيس للاركان اولا حكما الكباش الذي وصل الى مستوى معيب جدا في ظل وضع الحساسي اللي عم بعيشه لبنان ليس بمؤشر صحي بل هو مؤشر مقلق جدا يعني ابسط قواعد رجال الدولة فقدت عم نشوف انه عمدا عم يتم تسريب بسهم ورسلات سرية جدا بتنتهي على وسيل التواصل على وسيل العالم بشكل بيدرب ابسط الاصول والليئات بالتعاطي بين رئيس الحكومة وبين الوزراء وهيدا الامر بينعكس على صورة ما تبقى من صورة لها الحكومة والاخطر منعكس على الحد الأدنى من الاستقرار لانه عم بيلعب بمؤسسة هي ركيزة وربما من القلائق اللي باقي اللي هي مؤسسة الجيش اللبناني عاكوري سؤالة تاني هل هالأجواء السياسية المتشنجة على صحة المحلية نعكست على زيارة كلنا إلى لبنان ما دفع بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى تأجيل زيارته وكان من المنتظر أنه يأتي ويمضي العيد مع الكاتبة الفرنسية في الجنوب فاستعاد عنها بزيارة إلى الأردن ربما الرئيس الفرنسي ما بده يكرر أنه من العرب الدارج يكون الضرب مثل ما صار معه وقت انفجار المرفأ حيث قدمه إلى بيروت مرتين خلال شهر وكان فيه لقاء الصنوبر كان فيه خريطة طريق تستدعي مثلاً انتخاب تشكيل حكومة خلال 15 يوم وتم الإنقلاب عليها وهو الرئيس الفرنسي بذاته أعلن أنه لبنان محكوم من ثنائية السلاح والفساد فربما ما بده يكرر مغامرة خصوصاً أنه الديبلوماسية الفرنسية منهكة بسياسات خاطئة أو غير منتجة بمخارقة ملفات لبنية بالسنوات الأخيرة على رأس مقاربة ملف رئاسي الجمهورية الأمر الذي استدعى تغيير بالإدارة الفرنسية من خليط الأزمة لإرسال مفد رئاسي أضف إلى أنه الأساس ليس الصراع الحكومي بقدر ما هو موقف حزب الله الذي يربط تطبيق القراءة 17-01 بوقف غزة وهذا بحد ذاته بما يعنينا نحن كلبنانيين هو ابتزاز لأنه حزب الله يستدعى استقرار الجنوب اللبناني نحن هذا الشيء اللي بيعنينا أكيد الحرب غزة مدينة وطلوب أنه توقف ويوقف نهر الدم يلي عم ترتكبه إسرائيل ولكن الأولوية طبقة دائماً لمصلحة لبنان لاستقرار لبنان يلي بستدعى احترام القرارات الدولية نعم الصحافة جورج عكوري من صحيفة الوطن شكراً لك على هذه المداخلة ومننتقل إلى الصحف العربية التي تنولت آخر مواضيع أسع على الساحة العربية والدولية ومنشوفهم بجولتنا بداية جولتنا مع صحيفة الشرق الأوسط ومنشوف العنوين الأبرز البيت الأبيض هجمات البحر الأحمر يجب أن تتوقف وأيضاً السعودية تطلق منصة موحدة للتأشيرات الحلبوسي يقلب الطاولة على المالكي في الانتخابات وفي الأردن تراجع عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا إلى الصفحات الداخلية في الشرق الأوسط بعد أن تتناول المواضيع المحلية إسرائيل تعترض مسيرات لحزب الله وتهاجم خلية من مقاتلي حزب الله يرد على الطلب الفرنسي ويرفض سحب مقاتليه من الجنوب إلى صحيفة الاتحاد الإماراتي ومنشوف رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس الصيني في ضحايا الزلزل أيضاً الإمارات تستقبل الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى صحيفة الوطن القطرية ومنشوف الاحتفاء بالنازاهة وأيضاً منشوف صاحب السمو الفساد ظاهرة معقدة تقود التطور والتنمية المستدامة إلى صحيفة الأنباء الكويتية ومنشوف بيئة صفحة الأولى التنسقية وزعت الخارطة التشريعية على الجلسات والانتهاء من دراسة برنامج ربط الحوافز والترقيات والتدريب بأداء الموظفين إلى صحيفة الأهرام المصرية السيسي يلتقي عمر وزهران ويماما بقصر الاتحادية الرئيس الانتخابات عكست وعيش الشعب إذن والحوار السياسي ضرورة لتطور المجتمع ومن جولتنا على الصحف العربية رح منقوم بجولة على الصحف العالمية اللي مازال موضوع غزة أيضا متصدر صفحاتها الأولى إضافة إلى آخر مواضيع السياحة على السياحة العالمية ومنشوفون بهالجولة نبدأ جولتنا بصحيفة لوموند قانون الهجرة المعركة من أجل المساعدة الاجتماعية أيضا في أوكرانيا طياري طائرات الإليكوبتر المتهورين من لوموند منتقل إلى صحيفة لوفي جارو ومنشوف الهجرة تمرير القانون وتمزق الماكروني أيضا إلى صحيفة The Guardian البريطانية عدد القتل الفلسطينيين في غزة يقترب من عشرين ألفا وتشريد ما يقارب مليوني شخص إلى صحيفة The Washington Post ومنشوف في عنوين برامج أعمال الأقليات المحاصرة ومنشوف المسؤولين الأمريكيون أو المسؤولون الأمريكيون يضغطون على الإسرائيليين وجها لوجه وتشير الأرقام إلى أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن في غزة إلى صحيفة The New York Times ومنشوف العنوان الأبرز برامج أعمال الأقليات المحاصرة وأتوقع حياة جديدة ولكنني أخشى الموت إلى فقرة كاريكاتور ومنشوف بصحيفة النهار الكاريكاتور بقلم أرمان حمصي وهو الموافقة على تمديد لقائد الجيش ومنشوف الرئيس ميقاتي عم بيوقع المرسوم أيضاً منشوف بصحيفة اللواء من الكيباش بين الرئيس ميقاتي ووزير الإفاق من فقرة كاريكاتور منتقل لفقرة أجندة اليوم على الساعة 9.30 في جلسة للجنة الاقتصاد الوطني أما على الساعة الأربعة فبتزور السافيرة الأمريكية الصرح البطرياركي بيبكرك مع أبرز مواضيع أجندة من كنوصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم الزميلة جريسيا أنتون بنشرة الساعة 8 وموعدنا بيتجدد صباح بكرة مع أخبار وعنوين وضيوف جديد إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر